معنا من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دروشة أحمد مع استمرار الاشتباكات في قطاع غزة هل من حصيلة جديدة معلنة من قبل جيش الاحتلال بخصوص القتلى والجرحة؟ الحصيرة التي أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي تتكون من جرحة فقط سهاب وقريبة جدا من الأعداد التي أعلن عنها بالأمس 15 جنديا إسرائيليا لكنه لم يفصل في المكان أو الأمكنة التي أصيبوا فيها إن كانت في الزيتون أو في رفح أو في منطقة جباليا التي تشهد المعارك الأكثر ضراوة على الإطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أعلن في وقت سابق اليوم عن انسحابه من منطقة حي الزيتون في مدينة غزة بعد معارك ضارية من غير الواضح ما الذي حققه جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك خصوصا أنه دخل هذه المنطقة للمرة الثالثة منذ بداية هذه الحرب هو يتوعد بالقضاء كما في المرتين السابقتين على حركة حماس لكن هذه الإعلانات التي كانت بارزة في الأسبوع الأولى من هذه الحرب تراجعت بشكل كبير جدا وباتت بيانات الجيش الإسرائيلي أكثر تواضعا من النبرة التي كان يستخدمها في بداية هذه الحرب وفي بداية الاجتياح البري عندما كان يريد أن يعطي معنويات للإسرائيليين فيما يتعلق بالتطورات العامة في قطاع غزة قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو منذ قليل بأن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لإيجاد جهات محلية في قطاع غزة لإدارة شؤون القطاع أو لما سماها بن يمين نتنياهو المشاركة في الإدارة المدنية لتوزيع المساعدات الإنسانية فشلت خلال الفترة الماضية رغم مصادقته قبل نحو مئة يوم على خطة إسرائيلية في هذا الصياق دعا بن يمين نتنياهو أن حركة حماس هي التي أفشرت هذه الخطة عبر استهدافها لجهات محلية كانت تنوي الحل محل حركة حماس في توزيع المساعدات الإنسانية بالتالي وفق المعتقد الإسرائيلي من يسيطر على توزيع المساعدات فهو بالتالي من يسيطر على الأوضاع في قطاع غزة نتنياهو قال إن محاولات إيجاد بديل محلي لحركة حماس ستستمر خلال الفترة المقبلة وتحدث عن مصارات غير مرئية سرية وقال إنه من الجيد أن تبقى هذه المصارات سرية حتى لا تنكشف وحتى لا تحبطها حركة حماس وقال أيضا إن أي قوات دولية لن تدخل إلى قطاع غزة طالما أن إسرائيل لم تهزم حركة حماس بالكامل في القطاع بالتالي هو اعتبر أي حديث عن اليوم التالي لقطاع غزة غير ذي جدوى طالما أن إسرائيل لم تهزم حركة حماس وهذا تكرار لما ذهب إليه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانيكبي في لقاءات تلفزيونية خلال الأيام الماضية تساحي هانيكبي في لقاءات تلفزيونية خلال الأمن القومي الإسرائيلي